المقر أو البيت الزجاجي حسب وصف الديلي ميل البريطانية هو مركز إيران اللوجستي لإدارة الحرب على الشعب السوري تقرير مخابرتي لصحيفة الديلي ميل صدر واصفا كيفية إدارة الحرس الثوري للحرب في سوريا خمسة طوابق قرب مطار دمشق تضم إدارة إيران لسوريا بماليتها وعسكرها وأجهزة مخابراتها الطوابق مقسمة حسب الأهمية من خزانة المال إلى مستشفى لكبار الضباط وإدارة الأنشطة الإعلامية وحرب الشائعات وقيادة الحرب وصولا إلى جهاز المخابرات جدران المبنى مضادة للانفجارات وتحرسه قوات مدججة بالسلاح ويعمل في المقر ألف موظف عناصر التحالف الإيراني في سوريا بحسب ديلي ميل هم نحو سبعين ألفا منهم جنود وحرس ثوري إيرانيون وميليشيات عراقية وميليشيات حزب الله اللبناني وعناصر أفغان وميليشيات باكستانيون المقر الإيراني أو البيت الزجاجي يلعب دورا محوريا في دعم النظام بحسب وثائق سربت إلى معارضين إيرانيين وجود إيران لا يعتمد فقط على المستشارين فهي مجبرة على توسيع أنشطتها إلى كل الملفات تهران استثمرت سياسيا وماليا وعسكريا في سوريا ما يمنعها من الانسحاب في حال لم يحصل تحول كبير في ميزان القوى الزعيم الإيراني علي خامنئي وللحفاظ على موقع تهران في سوريا أنفق مئة مليار دولار منذ انطلاق الثورة ضد النظام بحسب ديلي ميل وذلك حفاظا على موطئ قدم على المتوسط وحماية طريق تمويل حزب الله بالسلاح والمال لكن تقرير ديلي ميل لم يذكر إن كان القيادة في حزب الله مصطفى بدر الدين قد قتل في هذا المبنى بالذات قبل أشهر عمر حرقوس العربية